منظمة الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر لاستعمال لقاح شركة نوفا فاكس الأمريكية ضد فيروس كورونا المنظمة قالت في بيان إن هذا هو اللقاح العاشر المضاد لفيروس كورونا الذي يعتمد بشكل طارئ وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد صادقت الإثنين على تسويق هذا اللقاح باسم نوفاكس فيدا وانضم هذا اللقاح إلى لقاحات كوفاكس الذي تنتجه الشركة الهندية بارات بايونتيك وكوفوفاكس لمعهد سيروم الهندي وموديرنا وفايزر بايونتيك وأسترازينيكا وجونسون اند جونسون وسينوفارم وتوصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكس فيدا اعتبارا من سن الثامنة عشر عاما وبوجوب إعطاء الجروعات كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع